السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا مرحبا بكم عن هذا الخبر الذي يتحدث عن خبر وفاة إبراهيم غالي وكانت رئاسة جمهورية الصحراوية قد أكدت في تصريح صحفي بعد أن تم تداول وانتشار خبر وفاة الرئيس إبراهيم غالي رئيس جمهورية والأمينة عم الجبهة إبراهيم غالي وعندما اتشرت الأخبار بشكل كبير قامت رئاسة في جمهورية الصحراوية بنشر بيان يؤكد أن صحة الرئيس بخير ولا تدعو للقلق وأضافها البيان وتنهي رئاسة الجمهورية إلى علم كافة المواطنين والمواطنين أن الحالة الصحية للأخ الرئيس لا تدعو للقلق وأنه يتبسل الشفاء والحمد لله وتقارير التي تحدثت عن نقل رئيس غالي إلى المستشفى لغريونيو قرب مدينة سرقستا الإسبانية في عقاب تدعو الحالة الصحية نتيجة فيروس كورونا ولم يتم توضيح الخبر والبيان الذي نشر قبل قليل عن تفاصيل لنقل برهيم غالي إلى أسبانها للعلاج ولكن شددت على عدم صحة من الشاعر من تدهور حالته الصحية الصحية أعتبر برهيم غالي أحد المطلوبين لدى المحكمة المختصة في جرائم التعذيب والاقتصاب والاعتقال القصري والخطف بأسبانيا وذلك بعد صدور مذكرة اعتقال دولية من قبل القضاء الأسباني في حقه ووجع المستشارون القانونيون للمنظمة الحقوقية الدولية مذكارات عاجلة إلى مختلف الهيئات القضائية والدوائر السياسية العليا بأسبانيا تذكر فيها بأن برهيم غالي شخص مطلوب لدى العدالة الإسبانية هو من 1973 حتى 1974 في منصب الآمين العام جبت البوليساريو وفي المنصب رئيس الجمهورية تولى المنصب في 12 يوليو عام 2016 وكل الأخبار الرسمية أكدت أنه مزال بصحة جيدة وبخير رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الدموقراطية شكرا لكم